تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الأسيان والمزمع عقدها في العشرين من أكتوبر الجاري في مدينة الرياض وحضور القمة العربية الأفريقية والمزمع عقدها في الحادي عشر من نوفمبر من عام 2023 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقام بتسليم الدعوتين لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سموي ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومدير مكتب سموي ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الدياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبد الله الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سموي ولي العهد مازن عيسى العيسى اشتركوا في القناة